كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الاجتماع تنول متابعة منظومة الانتاج الزراعي والأمن الغذائي على مستوى الجمهورية وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بتطوير منظومة الزراعة التعقدية للمحاصيل بهدف دعم المزارعين والفلاحين وتعزيز دخلهم وزيادة أرباحهم على أن تتم مراجعة أسعار التوريد الاسترشادية قبيل موسم الحصد للنظر في تقديم حوافز مالية تضاف على تلك الأسعار وقد عرض السيد وزير الزراعة في هذا الصدد إجراءات الوزارة لتطبيق منظومة الزراعة التعقدية للمحاصيل الاستراتيجية بما فيها ما تم مؤخرا من تحديد السعر الاسترشادي لمحصول القمح كما عرض الوزير السيد السيد القصير الخطط التنفيذية لزيادة نسبة الاعتماد على التقاوي المعتمدة في مختلف المشروعات الزراعية على مستوى الجمهورية كمحور من أهم محاول تعظيم الانتاج الزراعي مع تكسيف حملات التوعية للمزارعين وتدعيم الشراكة مع القطاع الخاص في هذا الصدد كما تم استعراض التقاة الانتاجية المتوفرة حاليا وموقف المشروعات قيد التنفيذ لإنتاج الأسمدة وذلك في ضوء المتغيرات ذات الصلة على الساحتين المحلية والدولية فضلا عن كون الأسمدة من أهم المدخلات المؤثرة على الانتاج الزراعي والأمن الغذائي وذلك على نحو يتناسب مع الخطط الحالية والمستقبلية لتعظيم الأراضي المستصلحة لتغطية الاحتياجات الغذائية المطلوبة في مصر كما اطلع السيد رئيس على جهود وزارة الزراع فيما تعلق بتعظيم الثروة الحيوانية وتطوير منظومة الأعلاف إلى جانب تحسين منظومة السلالات والاهتمام بصغار المربين فضلا عن مواصلة رفع كفاءة إسلوب مكافحة الأمراض العابرة للحدود من خلال منظومة اللقاحات البيطرية